مجمع الشفاء الطبي أو هكذا كان قبل أن تحيله أياد الاحتلال الباطشة إلى أطلال عهبر تتكشف الحقائق يومياً عن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان عمليته البرية التي اجتاحت فيها آلته الحربية أجزاء واسعة من المناطق السكنية ولسيما المستشفيات والمرافق الصحية مخلفة وراءها دماراً هائلاً وآثر أعمال لا إنسانية بحق المدنيين هناك بين الركام وفي المكان الذي شهد وقائع الإعدامات المفتوحة التي تفنن جيش الاحتلال في تنفيذها تعلن وزارة الصحة في قطاع غزة عثورها على ثمانين جثماناً في ثلاث مقابر جماعية بساحات مجمع شفاء الطبي بمدينة غزة إضافة لعشرات الجثامين الأخرى داخل أقسام المجمع قالت الوزارة أيضاً إنها عثرت على أكثر من خمسمائة وعشرين جثماناً في سبع مقابر جماعية بمستشفيات القطاع وهو عدد مرشح للزيادة محاولات مضنية تقولها الفرق الطبية والمدنية للتعرف على مصير أعداد من المفقودين لكن اكتشاف مقابر جماعية جديدة يعزز احتمالية قيام جيش الاحتلال بتصفية وإعدام المرضى أو ربما كل من كان في المجمع الطبي أو في ساحته وقت اقتحامه يتزامن اكتشاف المقابر الجماعية الجديدة مع دعوة مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة وتأكيده على ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وللمفارقة تتوافق مطالب مجلس الأمن مع مطالب أمريكية لإسرائيل بتقديم إجابات بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في القطاع المنكوب وما المسؤول عنها بأعلم من السائل الذي يتيقظ تارة لأعمال إسرائيل ثم يلبث أن يتراجع ويغض الطرفة ويدعمها علنا في تارات أخرى عزيزة محمد نور تاراتي عربي تاراتي عربي تاراتي عربي شكرا